هاي سبايا اهلا وسهلا فيكم بسوما لايفسايل بهذا الفيديو رح احكي عن the best 5 concealers عندي ويلي صار لسنين بشتريهن except one يلي اكتشبته من كم شهر هلا قبل ما نبلش انا لو انبشرتي بال MAC Cosmetics NC 20 وعندي yellow undertone اول concealers من chanel يلي هو هيدا مو عشرين sorry وبستعمله لكل يوم ويلي هيدا لونه ووفكورس هيدا اتس انهاي اند product للصبايا يلي بدون شي اخص بس بنفس الجودة احنا انتقل عال concealers number 2 اللي هو من Maybelline London Fit Me Concealer and it is unbelievably grey very creamy وغائع وغائع سهل الدمج ما بينشاف تحت العين يعني ما بينشاف هلا تحت العين واللون تبعولو شوي افتاح من الشانيل وبالنسبة له هيدا احسن فقط قاقت انو ما رح اشتري الشانيل مارقة تانية The next concealer من ناز و it is the radiant concealer or radiant creamy concealer it's very very creamy full coverage اكتير اسميكم وركز شوي منو بيكافي ويوجول انا هدا بستعملو لما بكون عاملة full makeup ولا heavy makeup فبياخد يعني بيضاين اكتاك و sometimes it depends على اللوك بيستعمل منو شوي افتاح اللي هو vanilla و chantilly إذا شفتو it's very very creamy very creamy الconcealer يلي اكتشفتو مؤخرجا and it is awesome ويلي أثبت انو الميكاپ ما داقوقي أبدا انو يكون غالي ليكون جوتو عالية بياخد العقل it is LA Girl Pro Concealer HD High Definition في كتير يوتيوبرز حكيو عنو it is unbelievable unbelievable الكاراك تابعو لي والكاراك اللي اللي أنا عم بستعملها yellow بييجي منو كتير الوان كتير مش شوي هاااق 2 or 3 dollars إنه مرحبا و لا تقرأ الزقق اللي تحت عيني بيستعمل this color just to cancel الزقق اللي تحت عيني وهي I think اللون is creamy beige the last but not least لما بكون إيام اللي ما بدي نزل منها ميك أب بدي بس إخفي الزقق اللي تحت العين بيستعمل Mac Prep and Prime وهيدا يوجل I think it's a highlighter بس أنا بستعمله بالإيام اللي ما بدي استعمل make-up بدي بس إنه غطي العيوب تحت العين الcolor تابعوله light boost هيدا اللي هننسل بس شوي منه I hope you like my videos if you have any questions please leave it in the comment bar please subscribe and like the video إن شاء الله بشوفكم عن أعجيب bye bye